بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فنواصل الحديث في كتاب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلها معانيها شواهدها ومشاهدها مطالبها بقلم شيخ الإسلام الإمام عبد الله صراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ومن جملة الآيات التي يبين الله تعالى فيها دلائل وجوده ووحدانيته وصدق نبيه رسوله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقرر فيها شواهد صدق الشهادتين بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون فلقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة شواهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ومشاهدها فبين أنه سبحانه له وحده ملك السماوات والأرض يعني أن له التصرف المطلق والتدبير الكامل للسماوات أي وما فيها والأرض ومن عليها لا مدبر له ما غيره سبحانه فهو الذي يدبر أمر السماوات وسير كواكبها في أفلاكها بانتظام وأمر ملائكة السماوات وأمر الشموس والأقمار وأمر الليل والنهار وأمر الجبال والبحار وأمر الأنهار والأشجار وأمر الصحاري والقفار وكلا يمده بما يحتاجه ويسوق إلى كل رزقه وقوته ما لغيره سبحانه شريكة في ذلك ولا تدخل له في شيء من ذلك بإقرار العباد كلهم واعترافهم فلو سألت أي إنسان وقلت له هل لك شريكة في تدبير الكواكب السماوية أو تدبير أمور الدواب البحرية أو تدبير الأمور النباتية والشجرية في خصبها وقحطها لقال لك لا تدخل لي في ذلك ولا علم لي بما هنالك إذن نقول حقا الله الذي له ملك السماوات والأرض فهو لا إله إلا هو حقا فشاهد آيات ذلك في السماوات والأرض ثم قال سبحانه يحيي ويميت أي فما خف عليكم من أن الله تعالى له التصرف وله التدبير المطلق في السماوات والأرض فليس يخفى عليكم تصرفه سبحانه في إحيائكم وإماتتكم فأنتم يا معشر الناس تحيون وتموتون فمن الذي يحييكم ومن الذي يميتكم فأنتم لا تملكون ذلك باعترافكم إذن أليس هذا مشهد يشهدكم أنه لا إله إلا الذي يحيي ويميت على مشهد منكم فكيف لا تشهدون بأنه لا إله إلا الله والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر